نفصل في المستجرات الجبائية لقانون المالية لسنة 2023 مع الخبير في المجال الاقتصادي محمد جدري أهلا بك السلام أهلا وسهلا إذن بغيت نوقف عن نقطة الأولى الاقتطاع من المنبع ومستجد جاف قانون المالية 2023 ماذا يعني الاقتطاع من المنبع أو المصدر؟ في المغرب من نايا كان لدينا مشكلة هو أن كان لديهم من المنبع لي ومع أجراء خطاع الخاص أو الموظفين وكانوا ناس آخرين وملكي داكالاريو يعني الدريب اللي عندهم وملكي خلصوها اليوم في إطار أن تكون لدينا واحد العدالة دريبية بالجميع كل شيء اللي عنده يغمشي وفي اتجاه أنه كل شيء قطعي من المنبع هذا إجراء يبقى إجراء اليوم مهم لاش باش ممقاش غير ناس الموظفين واليوم موظفين كان يحيدون من المنبع وناصر آخرين عندهم إمكانية أن نام الكالاريو بشكش اللي بغاوا هذا إجراء يبقى إجراء اليوم زيان من بين المستجدات الجبائية التي وردت في قانون المالية دعني أولا محمد جدري أقف عند المقاول الذاتي من 1% قيمة الضريبة إلى 30% مقابل تسقيف الضريبة على الشركة في حدود 20% هناك مشكلة لأننا جئنا لأن المقاول الذاتي كان خدام في قطع غير المهيكل لم يكن خدام لأننا نجيبه القطع على المهيكل وعندما كان لديه فاتورة وكان لديه فاتورة وكان لديه معامل الأمر كان الأمر قدم جيدا كان لديه سقدم 200 افدرام أو 500 افدرام لحسب خدمات التجارة أو الصناعة ولكن من بعد حقيقة وقعوا هذا مشاكي لأن مقاولات كانوا خدام بأجراء عندهم وخرجوا الأجراء عندهم ورجعوا مقاول ذاتي ولكن الحكومة فعبت عقبت الناس عقبت كل شيء عقبتهم لأن هذا المقاول الذاتي من 1% يبدأ يخلص في 2022 كان يخلص 1% في 2023 يخلص 30% لا يخلص 30% إلى فاتورة 8 افدرام يعني كان مثلاً مقاول ذاتي عنده خدمة مع فرنيسور يفوت مع 8 افدرام يخلص 1% من سفر 8 افدرام وفوق 8 افدرام يخلص 30% ولكن يبقى إجراء لي هو شوية في الإجعاف لأنه يجب السيد يعني أنه على الأقام 10% من 15-20% تكون التدرج ليس من مقاول ذاتي يخلص 30% وشركة لي مقاولة 15% هنا المفارقة التي استوقفتني محمد جدري أنه هو المقاول الذاتي الذي يمكن أن يخلص 30% يشتغل في شركة تم تسقيف ضريبة الشركة في 20% بمعنى أن المقاول الذاتي يخلص ضريبة كثير من الشركة هذا مشكل كبير هنا مشكلة لأن اليوم لدينا أحد الأمور التي فيها متناقضات يريد أن نشجع القطع الخاص يريد أن نشجع الاستثمار يريد أن نشجع المقاولة الساقعة جدا والساقعة تشكل أكثر من 2-90% من نسج المقاولات المغرب وفي المقاولة جينا ودربناها لأن اليوم هذه المقاولة التي تربح 20 مليون سنتيم و33 سنتيم كان خلص 10% اليوم تخلص 20% في حين هذه المقاولة التي تربح 900 مليون للدرهم هبطناها من 1-20% إلى 20% وبالتالي هذه الأمور فيها واحد إجحف بالمقابل كان مشروع قانون المالية الأول كان مجموعة من التعديلات همت أصحاب المهل الحرة كي الأطباء كي المحامين تم تقديم واحد تعديلات ما هي العنويل الكبرى للتعديلات التي دخلت هذه التنفيذ في هذا القانون المالية همت الأطباء والمحامون على وجهة في المهل الحرة هناك مشكلة كبيرة لأنه كل يوم لم يكن داري بالقيمة المضافة هناك مشكلة لأنه سنتقل من 10% إلى 20% ماذا يخلصها؟ يخلص الزبون النهائي يكن دعون على المحاسبين على الموتقين على العدول على الأطباء على المحامين إذا لم يكن عند المحامين أعطي فاتورة تخلص الزبون 10% إلى 20% في حين هذا المحامي أو الطبيب أو البيطاري أو الموتق أو العدول على الحكومة كان يمكن أن يحدث كبير على الحكومة والحكومة استجبت لجموعة من الأمم مثلاً كان المحامي كان يدرهم مبتدائياً 400 درهم عند الستناف و 500 درهم عند النقد اليوم كاملين حيدناهم له وهذا يخلص 100 درهم واحدة وعنده اختيار إما يخلصها آنياً وإما يجمعها في شهر ياله ويخلص شهر لموراه هناك تبين بأن الناس الذين هبطوا الشارع وحيوهم يجعبوا عليهم ماذا عن المستجدات الجبائية الخاصة بفئة المتقاعدين؟ المتقاعدين بسيئة شوية هو أن الناس يقدموا واحد المعاش لأقل من 15 أفضلهم يعني 1.8 مليون ريال كنا ندرهم واحد الجوزاف ونحيدونهم من حسابهم كان 60% طلعناه من 60% إلى 70% وبالتالي السيد سيكون عنده واحد زيادة في الأجر وهي بسيطة في المعاش كذلك بالنسبة للأجراء في القطاع الخاص وفي القطاع العموات الضافية اليوماء الناس يربحون 4500 دلهم ونحيدونهم ونحيدونهم وهي غير كافية هذه إضافة هي ليست زيادة ونحيدونهم يعني نقصد ضريبة طريقة غير مباشرة ونحيدون ونحيدونهم شكرا على كل هذه التوضيحات الخبير في المجال الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر